عودة مرة أخرى لمتابعة فعليات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية وينضم إلينا مباشرة محمود جميل مرسل التلفزيون المصرية محمود داني في صورة الاجتماعات وأبرز التوصيات التي خرج بها نعم أهلا وصلا بكم بكل أسادة المشاهدين بالفعل انتهت الجلسة الختامية وجلسة الإعلان عن التوصيات للاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية هذا الاجتماع الذي استمر على مدار ثلاثة أيام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تم مناقشة عدد من المحاور وأيضا عدد من الموضوعات التي تهم الشعوب الإفريقية بشكل خاص اليوم هو اليوم الختامي كان هناك يعني بعض الجلسات وبعض الموضوعات التي تم مناقشتها عدد من الجلسات منها الجلسة التي تحدثت عن العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي وكانت برئاسة المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأيضا كانت هناك جلسة أخرى بعنوان التجارب الدولية حول العدالة الاجتماعية ثم كانت الجلسة الختامية التي كانت بعنوان التدريب في مجال العلوم الدستورية كأحد أهم تحديات العمل في المجال الدستوري أيضا كانت الجلسة الختامية التي تم الحديث عن تفعيل أحد التوصيات السابقة للاجتماعات السابقة وهو المركز الإفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية تم الحديث عن أليات هذا المركز وكيف سيتم تنفيذ هذه الأليات في الفترة القادمة ثم جاءت التوصيات في ختام الجلسة الختمية والتوصيات تركزت على فيما يتعلق باللاجئين والمهاجرين الأفارقة فكانت من أبرز هذه التوصيات تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين في سوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة أيضا كانت هناك الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور أيضا كان هناك اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان احترام الهوية الثقافية الإفريقية وهذا كان موضوع هام تم مناقشته في جلسات الأمس وهو موضوع الهوية الثقافية ثم أيضا التأكيد على الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة في شغل الوظائف خاصة ولاية القضاء وأيضا إنشاء مركز أفريقي للبحوث الدراسية الدستورية والقضائية وتم إسناد طبعا تكليف أمانة الاجتماع بالقاهرة لعام 2022 بالتحضير إلى الاجتماع السابع في نسخته السابعة في الموعيد المحددة التي سيتم الإعلان عنها سواء على هذا النمط الساري حاليا أو التطوير من هذا الاجتماع يتضمن بعض الموضوعات الهامة التي تخص القارة الإفريقية هذه هي الجلسة الختمية وأبرز التوصيات التي كانت لالاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكمة الدستورية الإفريقية محمود دي جميل لمراسل التلفزيون المصرية شكرا لك